شهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة احدى جلسات تقييم مشروعات متقدمة لجائزة افضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين التي تقام برعاية سموه للعام الرابع على التوالي ضمن فعالية جائزة عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين والمعنيين بالعمل الاهلي بالمملكة ونوها سموه بالمشروعات المشاركة في الجائزة هذا العام التي تعكس حسا رفيعا من الافراد والجمعيات وشركات والفرق التطوعية من خلال تقديم افكار ابداعية تخدم المجتمع في جميع من المجالات واشاد سموه بالكفاءات الوطنية الشبابية التي تواجدت في صفوف المشاركين بالجائزة التي برعت في ابراز مكانة التطوع في مملكة البحرين واكد سموه اهمية العمل التطوعي كأحد الروافد الحيوية في تحقيق التنمية الشاملة للبحرين من خلال التواصل المباشر مع فئات المجتمع المختلفة من اجل التعرف على احتياجاته وطرح الحلول المناسبة لها مشيرا الى ان العمل الانساني والخيري هو نهج الاباء والاجداد الذي تربت عليه الاجيال الجديدة من ابناء البحرين واشار سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الى استمرار العمل على تطوير جائزة افضل مشروع تطوعي لتتواكب مع التطور اللافت الذي شهدته الجائزة منذ انطلاقاتها وزيادة عدد المشروعات المشاركة بها مثمنا سمو استحداث فئات جديدة خلال هذه النسخة ممثلة في فئة المقيمين في البحرين وهي خطوة تؤكد قيم التعايش التي تتميز بها المملكة وشهدت بها كل التقارير الدولية التي احتلت فيها البحرين مكانة متقدمة كبيئة فضلة للتعايش الانساني واثنى وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان على المشروعات المشاركة في جائزة افضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين التي طرحت افكارا مبتكرة في قطاعات مختلفة منوها بالجائزة التي اسهمت منذ طلاقتها في نشر وتعزيز مفهوم ثقافة العمل التطوعي وابراز قيمته المعنوية كواجب وطني وانساني من خلال تشجيع الافراد والجمعيات والفرق التطوعية على الابداع في تنفيذ المشروعات التطوعية وهو ما كان له الاثر الواضح في بزوق عدد من هذه المشاريع منوها الى دور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة البارز في دعم الجائزة وتطويرها خلال السنوات الماضية من جانبه وجه السيد حسن بوهزة رئيس جمعية الكلمة الطيبة رئيس الاتحاد العربي للتطوع الشكر الى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة على رعايته الكريمة لجائزة افضل مشروع تطوعي في البحرين وكشف بوهزة عن ان اللجنة المنظمة لمجائزة عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي سوف تعلن عن اسماء رواد العمل التطوعي العربي خلال هذا الاسبوع تمهيدا لتكريمهم خلال الحفل الختامي للجائزة المقرر في السابع عشر من سبتمبر القادم يذكر ان جائزة افضل مشروع تطوعي في مملكة البحرين تبلغ قيمة مجموع جوائزة خمسة عشر آلاف دولار موزعة على فئات الافراد والجمعيات والفرق التطوعية والمقيمين من جميع الجنسيات القائمين على اعمال تطوعية تخدم المجتمع البحريني والحمد لله اليوم ان نحن يسرنا ان نكون في هذا الاحتفال الكبير للصراحة من ضمن جائزتنا العمل التطوعي نشكر كل الاخوان والخوات المشاركين في هذه الجائزة واليوم الحمد لله تشفنا من الناس اللي تقدموا من افضل مشروع تطوعي والله الحمد كان الحمد لله تقديم المشاريع من احسن ما يكون ونشكرهم التمنى لهم كل التوفيق والنجاح والحمد لله الجائزة حين خذت لها حول فترة طويلة فنشكر كل الاخوان القائمين عليه ونشكر لجنة التحكيم اللي قاموا بدور كبير لانجاح هذه الجائزة نشكر الاخوان في وزارة العمل على دورهم واهتمامهم وان شاء الله دايما نحن نشوف الجائزة تطور من سنة لسنة ودايما نحن نريد التطوير في كل المجالات